موسيقى يربط كثيرون أزمات السكن بالممارسات الحكومية الخاطئة أو بمسألة إتاحة الأراضي والتمويل أو بارتفاع أسعار العقارات وغيرها من الأسباب وهي في مصر أزمة اجتمعت فيها كل هذه المعطيات وسواها كما تعاني البلاد اليوم نقصا حادا في النقد الأجنبي فكان توجه الحكومة لإطلاق مشروع بيت الوطن الموجه للمصريين في الخارج أهلا بكم إلى هذه الحلقة من مساحات ونسأل فيها ما هو مشروع بيت الوطن وكيف يجري الدمج بين حاجات المواطنين للسكن وحاجة الحكومة للدولار ما هي نسب الإقبال المتوقعة لهذا المشروع وهل المشروعات العمرانية الجديدة تتناسب مع القدرات المالية للباحثين عن السكن في مصر تستعد وزارة الإسكان المصرية للإعلان عن المرحلة الرابعة من مشروع بيت الوطن المخصص للمصريين العاملين في الخارج والذي يتيح للراغبين التقدم لحجز الأراضي الجديدة عبر شبكة الإنترنت من أماكن تواجدهم ويشارط المشروع أن يتم سداد مقدم الحجز والدفعات السنوية المتبقية من إجمالي القيمة بالعملات الحرة أكثر من عشرة آلاف قطعة أرض سكنية ترحتها الحكومة المصرية ضمن مشروع بيت الوطن المخصص للمصريين المقيمين بالخارج التقدم للحجز وسداد الدفعات السنوية يتم بالعملات الحرة بحسب القواعد المنظمة التي أتاحت تيسيرات تتيح لأكثر من شخص التقدم لحجز قطعة أرض واحدة لإقامة مسكن مشترك وقالت المصادر الحكومية أن المرحلة المقبلة ستشهد فتح باب الحجز للوحدات السكنية للمختربين رغم تزايد أعداد المتقدمين لحجز الأراضي الجديدة إلا أن هناك مطالبات عديدة بإدخال تعديلات على المراحل التالية بما يتيح تخصيص مساحات أراضي للجاليات المصرية كل حسب أماكن وجود أفرادها معنا شرائية متكاملة لهذا المشروع متكاملة أننا أخلاق مجتمع جديد بثقافة بواعي بخبرات أينقلها معايا بأن الناس دي لما تيجي تجيب لي معايا هذه الخبرات باستثمراتها إلى آخر بحسب القواعد المنظمة للمشروع تلتزم وزارة الإسكان بتنفيذ المرافق والخدمات الأساسية من مياه وكهرباء وصرف صحي كما تلتزم بتنفيذ شبكة طرق كاملة داخل التجمعات السكنية الجديدة كما تتولى الإشراف العام والقيام بعمليات سيانة العامة بعد الانتهاء من بناء الوحدات السكنية إحنا بنصين بعد كده الطرق بنصين الإنارة بنصين الزراعة النظافة كل دي مسؤولية مباشرة لجهاز المدينة مطلوبة للمواطن إحنا بنقدمها المواطن فورا إقامته في قطعة الأرض بتاعته بيت الوطن أحد المشروعات التي أقامتها الحكومة المصرية لتوفير قطع أراضي ووحدات سكنية للعملين بالخارج بشروط الميسرة مشروع يتم للمرة الأولى لتحقيق الربط بين المغتربين في الخارج وبين الوطن الأم محمد صلاح زهار سكاي نيوز عربية من مدينة الشيخ زايد بمحافظة الجيزة وفي آخر أخبار مشروع بيت الوطن قال خالد عباس مساعد وزير الإسكان المصري إنه سيتم تسليم كافة الأراضي وضمنها جميع مرافق المشروع للمواطنين في السابع عشر من يناير المقبل وأشار إلى أن التأخير يرجع إلى وجود بعض المشاكل مع الشركة المسؤولة عن التنفيذ وقد تم حلها وأضاف عباس أن معدلات التنفيذ حاليا عادت إلى طبيعتها مرة أخرى وأوضح أن المشروع انتهى بخمسة مدن في موعده ولم يتبقى إلا في القاهرة الجديدة وأكد أن وزارة الإسكان ملتزمة بمواعيد تسليم وأنه يحق لأي مواطن متضرر من هذا المشروع أن يتقدم بطلب ليسترد أمواله نذكر هنا أن هدف الحكومة المصرية من طرح أراضي للإسكان لفائدة المصريين العاملين في الخارج هو جمع إيرادات للدولة بالنقد الأجنبي إلى جانب تقليص العجز في قطاع الإسكان ومن المتوقع حسب الحكومة أن تدر الأراضي التي تطرح للبيع في ثلاث مدن جديدة هي القاهرة الجديدة والشيخ زايد وضميات الجديدة نحو مليار دولار أسعار الأراضي تختلف من مدينة لأخرى وتتراوح بين 450 دولار و 610 دولارات للمتر المربع وتسدد أسعار الأراضي على مدى 5 سنوات منها 25% عند الحجز وفي حال سداد كامل الأقصاد كدفعة واحدة سيتم خصم 15% من إجمالي نسبة 75% المتبقية نتوقف الآن مع فاصل قصير نعود بعده لنحاور ضيفنا في هذه الحلقة من القاهرة العضو المنتدى بلشركة عمار للاستثمار العقاري المهندس عمر عبد الرحمن أهلا بكم من جديد إلى هذه الحلقة التي نتناول فيها مشروع بيت الوطن المصري ونرحب الآن بضيفنا من القاهرة المهندس عمر عبد الرحمن العضو المنتدى بلشركة عمار للاستثمار العقاري أهلا بك معنا أستاذ عمر عبد الرحمن نبدأ معكم من طبعا هذا المشروع بمراحله الأربعة الحكومة تطلق هذا المشروع للمصريين في الخارج ولكن كيف يجري التنصيق بين حاجات المواطنين للسكن وحاجة الحكومة للعملة الصعبة الموضوع في حد ذاته رائع أن الدولة تطرح إسكان بيت الوطن وهو ربط أبناء الوطن المغتربين بالوطن الأمدة في حد ذاته مشروع رائع جدا وحقق نجاحات حتى وأن كان هناك بعض السلبيات في عدم تسليم الأراضي في التوقيت المناسب بتاعها ولكن هذه السلبية تعتبر لا تذكر في مجمل الموضوع نفسه أما بالنسبة للفكرة نفسها فهي فكرة رائعة وقد حققت بالفعل في المرحلة الأولى والثانية والثالثة إقبال شديد جدا والطرح الرابع التي تعلن هيئة المجتمعات العمرانية في إسكان بيت الوطن أنا متأكد أنها يلاقي نجاح أكبر وده دليل على نجاح الفكرة نفسها نعم أستاذ عمر بالنسبة لهذا المشروع استثماريا كيف تستفيد منه السوق العقارية في مصر والمطورون والشركات العقارية العاملة هناك عجز فعلي وقائم في عدد الوحدات السكنية في مصر الدولة محتاجة سنويا أكتر من مليون وحدة سكنية الدولة المصرية محتاجة سنويا أكتر من مليون وحدة سكنية والدولة وحدها ما تقدرش تكفي بهذا العدد فلابد من مساهمة شركات القطاع الخاص والشركات الاستثمارية ولابد من جذب مستثمرين في جميع مجالات القصة بالعملية البنائية وكوني الدولة تفكر في أبناء الوطن أن يطرحوا جزء من هذه الأراضي لأبناء الوطن ده في حد ذاته كلام رائع جدا والاستفادة منه تقريبا حققت المرجو منه يعني طرح الأراضي والأول مرة لقينا أن هذا الأمر وهو طرح الأراضي للمغتربين المصريين بالعامل بالفعل استفادوا منه وأن هؤلاء الأشخاص تبقى عندهم مساهمتهم لدى الدولة الأم أما بالنسبة للشركات الاستثمارية مع العاملين بالخارج مع الشركات العقارية المتخصصة في العقار فلابد أن تساهم وتساعد الدولة في إيجاد هذا العجز أنا في تصوري أن هناك لا يقل عن 600 ألف وحدة سنوية يمكن تنفيذها في خلال السنوات الماضية ولكن مساهمة العاملين بالخارج ومساهمة الشركات القطاع العقاص ممكن تؤدي إلى صد نقط صد هذا العجز أستاذ عبد الرحمن ولكن تتحدثون عن عجز بمليون وحدة سكنية سنويا تحتاجه البلاد ومن جهة أخرى هناك ارتفاع في أسعار العقارات إذ يقول كثيرون أنهم عاجزون عن شراء الأراضي أو عن دفع المستحقات للحصول على منزل هذه هي الإشكالية الحقيقية وهي مشكلة كيفية الحصول المواطن على وحدة سكنية هي سعرها المشكلة الحقيقية في سعرها والشخص الوحيد المنوط بطرحة هذه السلعة هي هيئة المجتمعات العمرانية أنا لما لاقي أن ارتفاع سعر الأرض الهيئة بتطرحه بأرقام كبيرة وتلزمني وتلزم الشركات العقارية بالبناء على 20% من المساحة فأنا بجد أن 8 متر الأرض لو اعتبرنا أن متر الأرض بألفين جنيه فأنا بدفع أضعافه خمس مرات بالإضافة إلى بعض الخدمات الأخرى أنا الموضوع أنا مشفق على الشركات المتخصصة في الاستثمار العقاري ومشفق على الدولة في نفس الوقت الأرض السلعة بتاعتها مرتفعة والمنوط الوحيد ببيع هذه السلعة الأراضي المرفقة هي الدولة وفي نفس الوقت عندها اشتراطات معينة وهي البناء على نسب بنائية صغيرة والالتزام بارتفاع أرضي أو دور أو أرضي ودورين ده في حد ذاته سبب رئيسي في ارتفاع سعر الأراضي لكن كان فيما بعض من خمس سنوات كانت الدولة أعلنت عن برنامج الإسكان القومي أو الإسكان القومي للشباب ضمن ابن بيتك وضمن بيت الوطن وأنا شايف أن هذا المشروع قد حقق إنجازا رائعا لأنني ألزمت الشركات بسعر أرض كان لا يتجاوز سبعين جنيه وألزمتهم ببناء وحدات سكنية لا تزيد عن سبعين متر وفي نفس الوقت الدالوا ارتفاعات أرضي وخمس أدوار فحقق معادلة رائعة في فترة زمنية وجيزة هو لابد من مراجعة المسؤولين عن تسعير الأراضي وخاصة للمستثمرين أنها تكون على القدر الذي يستطيع المستثمر أستاذ عبد الرحمن بشكل مختصر لو سمحتم هل تتخوفون من أي احتكار لأصحاب رؤوس الأموال من المصريين في الخارج في مشروع بيت الوطن أم سيكون عادل للجميع؟ لا إطلاقا إطلاقا المشروع بيت الوطن أنا أكاد أجزم أنه المشروع الأكثر شفافية لأن ثمن الأرض مرتفع ثمن الأرض يتراوح حوالي 4500 جنيه مصري فده ثمن مرتفع وده ثمن فيه شفافية وما فيهوش أدنى مشكلة وأنا شايف أن هذا المشروع رائع إذا التزمت الدولة بتسليم الأراضي دي في مواعيد مناسبة أو كما كان متفق عليها سيد عمر عبد الرحمن تفضل بالبقاء معنا نصارد الآن بعضا من أراء مشاهدين بشأن حلقة اليوم والسوق العقارية في مصر طبعا عبر وسائل التواصل الاجتماعي محمد منصور على فيسبوك يقول أسعار الأراضي في المشروعات العقارية في مصر لا تزال مرتفعة بسبب تراجع سعر الجنيه مقابل الدولار أحمد عبد الرحيم من جهته يرى أن مشروع بيت الوطن فرصة للمصريين في الخارج في دعم اقتصاد بلدهم والاستفادة من المشروعات التنموية لتلبيتهم وتطلباتهم سعيد البحري على تويتر يرى أن أسعار مشروع بيت الوطن لا تزال أعلى من قدرات المصريين في الخارج ويوسف البريكي من جهته يقول أن الأسعار في مصر وإن كانت مرتفعة إلا أنها أقل بكثير من بعض دول الجوار أخيرا أحمد بركة يعتقد أن القوة الشرائية للجين المصري تتراجع وأسعار الأراضي في المشروعات السكنية مرتفعة بسبب زيادة الطلب نعود إلى ضيفنا من القاهرة المهندس عمر عبد الرحمن العضو المنتدب لشركة عمار للاستثمار العقاري أستاذ عمر رأينا ما يقوله كثير من المشاهدين المشاركين معنا هناك غلاء في الأسعار كما تحدثنا إذن ما هي الخطوات المطلوبة لنجعل من هذه المشروعات أمرا قريبا من الناس يعني يقدر الناس على الدخول فيه وعلى استثمار فيه وعلى الشراء فيه هناك ثلاث دوابط يمكن للأسعار أن على الأقل تتوقف عن الارتفاع طرح الأراضي في المدن الأقاليم أنا أرى أن الدولة مركزة في طرح الأراضي المدن الجديدة المحيطة بالقاهرة الكبرى هذا يخلق مشكلتين كبيرتين المشكلة الأولى هي زيادة سكان العاصمة أكثر مما فيه الموضوع الثاني أن حرمان بعض المدن الأقاليم وخاصة الصعيد والصعيد يعني يكاد يكون مظلوم كلية وجوارية في طرح الأراضي في المدن الجديدة فيه الحاجة الثانية وهي زيادة أسعار مواد البناء زيادة أسعار المواد البناء مرتبطة ارتباطا جزريا بسعر الدولار وخاصة الحديد وبعض الأشياء الكهروكاميكانيكية وكابلات الكهرباء وغيرها الشيء الثالث وهو أن المحتكر لبيع قطع الأراضي للمستثمرين أو لأبناء الوطن المغتربين هي الدولة فلابد من مراجعة تسعير أو وضع خطة لوضع أسعار تتناسب مع كل مدينة عن الأخرى يعني لا يعقل أن مدينة زي أسوان يطرح فيها 70 قطعة أرض فقط والقاهرة الجديدة يعرض فيها أكثر من 4500 قطعة أنا أحب أن أخفف الضغط عن العاصمة أكثر مما هي فيه 9000 قطعة أرض معروضة في المدن المحيطة بالقاهرة وفي حدود ألف قطعة في صعيد مصر كله من أول الجيزة حتى أسوان هذا كله يؤدي إلى ارتفاع الأسعار في القاهرة طبعا نعم أستاذ عبد الرحمن بشكل مختصر هل ما يجري من مشاريع تنموية اليوم وبنى تحتية تناسب مع توزيع الأراضي وطرحها الموجودة الآن نتفق على أن الدولة ملزمة بتسليم كافة المرافق لأصحاب القطعة سواء كان بيت الوطن أو غيره نعم ولكن هو الجدول الزمني الجدول الزمني فقط هو التي يعيق الدولة أنا عندما تقدم الدولة على طرح أراضي لابد أن تضع في حسابها الجدول الزمني وأقصد أنه لا يمكن أن أطرح هذه الأراضي وأحدد موعد الاستلام بعد سنة ثم تأتي ظروف خارجية أو ظروف طريقة أو ارتفاع سعر الدولار أو ما شابه ذلك ويكون الاستلام بعد سنتين أو ثلاثة نعم أستاذ عمر عبد الرحمن حتى وإن كان شكرا جزيلا لك عذرا نعتذر عن المقاطعة لديق الوقت العضو المنتدب لشركة عمار الاستثمار العقاري شكرا على هذه المشاركة معنا وصلنا إلى نهاية حلقة اليوم من برنامج مساحات نلتقي الأسبوع المقبل